اشتركوا في القناة وزير الألقاف أن هذه الدورة بتوقد لحوالي 80 من الأئمة بتشمل موضوعات مختلفة بيتم التركيز عليها لرفع وعي الأئمة وتجهزهم وتأهلهم لمواكب طبعا تطورات العصر في شقة في هذه الندوة بيتناول السوشال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي وإزاي ممكن التعامل معها بشكل جيد وعدم إساءة استغلالها بشكل أو بآخر هذا كان محور من المحاور في هذا المعسكر التثقيف للأئمة اللي بالطبع أيضا يتضمن محاور أخرى متعددة في إطار المبادرات المختلفة اللي بتقوم بها وزارة الأوقاف خلونا نتابع تقرية عن هذا الموضوع ثم نكمل معاكم فقرتنا الإخبارية الصباحية بهدف التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس وزير الأوقاف والهجرة ومحافظ ضمياط يفتتحون المعسكر التدريبي التثقيفي للأئمة بالمحافظة مؤكدين على تحذير الشباب من الوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية المتاجرة بحياة البشر تحت مظلة إمكانية توفير حياة كريمة من الهجرة غير الشرعية دولة المصرية نجحت في عهد سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي أن تحول ما كان يعرف سابقا بمراكب الموت إلى مراكب النجاح وده يتطلب منا مزيدا من العمل وأنا بأكد أن دعم المنتج الوطني بيعا وشراءا وتجارة يعكس ذلك في توفير فعص عمل تؤدي إلى القضاء الكامل على الهجرة غير الشرعية فراجبنا أن نعمل وأن نشجع المنتج الوطن في إطار توقيع البروتوكول ما بين وزارة الهجرة ووزارة الأوقاف نهاردة دور الأئمة دور التوعوي هام إحنا شعب متدين سواء مسلم أو مسيحي بالتأكيد أنه الشباب لما يسمعوا من أئماتهم كل الكلام اللي هو بيكلم عن الهجرة غير الشرعية عن مخاطر هذه الظاهرة مع الإيمان بالله مع الإيمان أيضا بالوطن وبالفرص اللي بتقدمها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية الكبيرة في كل أنحاء الجمهورية ده بيدي الفرص البديلة اللي بيكلم عليها سيادة الرئيس النهاردة النادوة كانت مفيدة جدا احنا بنوعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية بنقولهم على الطريق الصحيح للي عايزي هاجر الطريق المفروض أنه هو قانوني وصح طبعا احنا حضرك عارف النظميات عندنا ليها تلتين أسطول الصيد وعدد الصيدين فيها كبير جدا طبعا الآيام النهاردة في المساجد يتكلموا كلهم عن الموضوع ده وده مفيد جدا واحد وثلاثون مسجدا جديدا افتتحتهم وزارة الأوقاف على أرض محافظة دميات خلال الشهرين الماضيين واليوم تتوج المحافظة بافتتاح ثلاثة مساجد جديدة في حضور الوزراء والمسؤولين ليكون إثباتا على انطلاق الدولة في عمارة المساجد حقيقة هذا اللقاء اليوم لقاء مبارك لقاء طيب في إحياء لي الأنفس وفي إحياء لي مستقبل البلاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع وأن يسلم الجميع مساحة مسجد حوالي من 250 متر وما كانت فيه دور أول عملنا دور أول علوي للسيدات من نفس المستوى ده ونفس الشكل ده وطبعا تعيشنا مع الأمور اللي موجودة على الدكورات الإسلامية الحديثة يعني وحسب تعليمات اللقاء من افتتاح معسكر تدريبي تفقيفي للآئمة بمحافظة دميات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى افتتاح عدد من المساجد الجديدة إصرار الدولة المصرية على البناء والتعمير ونجاح في تحويل مراكب الموت إلى مراكب للنجاح فبلدك هي مركب النجاح من محافظة دميات وليد هيكل النيل نروح لموضوع آخر فيروس كورونا اللي بالتأكيد حالة الهلع من الموجة الثانية منه بدأت تجتاح العالم خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في دول العالم المختلفة طبعا على أصال الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول القارة الأوروبية روسيا أيضا من ضمن هذه الدول واللي بتسعى بشتى الطرق لزيادة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار هذا الفيروس وتم تقصيص مفتشين التأكد من ارتداء المواطنين للكمامات واتخذهم الإجراءات الاحترازية المختلفة في روسيا اللي بتعمل حاليا على إنتاج لقاح لفيروس كورونا علشان يكون فيه فرصة لتطعيم المواطنين الروس وأيضا لتصديره لمختلف أنحاء العالم قلونا نتابع تقرير عن الإجراءات الاحترازية المختلفة المتخذة من روسيا لمكافحة انتقال العدوى بفيروس كورونا في حدث فريد من نوعه اقتحم مفتشون روسيون مبنى سكني في مدينة كاترينبيرغ الروسية للتأكد من ارتداء قاطنيها للكمامات الواقية والقفازات للحد من انتشار فيروس كورونا مجموعة المفتشين دخلوا أحد الأبنية السكنية للوقوف على ما إذا كان سكانها ملتزمين بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي تفرضه الحكومة عادة في الأماكن العامة للوقاية من انتشار الوباء القاتل في معظم الأحيان نجد أن المواطنين يضعون الكمامة على ذقونهم أو داخل جيوبهم وإذا وجدنا أن الناس لا يلتزمون بارتداء الأدوات الوقية نقوم بكتابة تقرير بذلك فهناك غرامة تتراوح ما بين ألف إلى أربعة ألاف روبيل وعادة ما يقوم هؤلاء المفتشون بحملاتهم في الأماكن العامة في جميع أنحاء العاصمة موسكو فضلا عن أماكن أخرى ويرجح وزير الصحة الروسية انتهاء تفشي وباء كورونا بحلول نهاية عام 2021 وأكد أن الدولة الروسية تبذل قصار جهدها في سبيل تحقيق ذلك ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا إلى مليونين ومائتين وخمسة عشر ألف حالة منها أكثر من تسعة وثلاثين ألف حالة وفاة وفي روسيا أيضا جائحة كورونا أرغمت أكبر سفينة شرعية في العالم على اختصار رحلة لها بسبب الجائحة طاقم السفينة الشرعية الروسية سيدوف كان لابد أن يخفض عدد الساعات اللي بيقضيها في كل ميناء بيقف فيه منهية رحلة حول العالم دامت لما يقرب من عام وصلت السفينة الشرعية الروسية سيدوف السفينة الأكبر في العالم إلى منطقة كاننينجراد سيدوف أمضت نحو ثلاثة أشهر لعبور المحيط المتجمد الشمالي في الجزء الأخير من الرحلة حيث مر أكثر من مائة عام منذ عبرت آخر سفينة شرعية تقليدية تلك المياه شبه المتجمدة يا للروعة لقد تمكننا من عبور الممر الشمالي المتجمد بمجرد سفينة شرعية أنا فخور جدا بهذا هذه هي المرة الأولى منذ مائة وأربعين عاما التي تتمكن فيها سفينة شرعية من عبور طريق البحر الشمالي لقد تمكننا من هذا من المرة الأولى نحن أول سفينة شرعية في العالم تنجح في هذه المهمة جائحة كورونا التي ضربت العالم كان لها تأثير سلبي على رحلة السفينة الشرعية سيدوف فقد كان لزاما على تاقم السفينة أن يخفض من عدد الساعات التي يقضونها في كل ميناء ترسو عليه سفينتهم وشيدت السفينة سيدوف في ألمانيا عام 1920 ثم نقلت إلى ما كان يعرف بالأسطول البحري السوفيتي كجزء من الاستعدادات الحربية وتم تسجيلها في موسوعة جنس كأكبر سفينة تدريب شرعية ما تزال باقية حتى وقتنا هذا هي دول العالم المختلفة بتحاول أنها تفكر في أي طرق لسرعة وصول التحليل الخاصة بفيروس كورونا وسرعة الحصول على نتيجة المسحات اللي بتتم من بين هذه الدول المانيا وتحديدا برلين اللي فيها معمل اختبارات يعتبر من أكبر المعامل وبيعمل على التقليل من الوقت اللي هيستغرقه إرسال اختبارات فيروس كورونا في أنحاء برلين وده من خلال استخدام طائرات بدون طيار لتجنب الطرق المزدحمة في العاصمة الألمانية برلين إحدى الشركات اللي بتقع في الولايات المتحدة الأمريكية بتستخدم طائرات بدون طيار بتقيم اختبارات عليها للتأكد من التواصل ما بين المستشفيات وهذا المعمل في برلين اللي بيعتبر أكبر المعامل الأوروبية بطريق بيصل ما بين المستشفى والمعمل لحوالي 11 كيلومتر مع تحليق الطائرة بيتوقع المسؤولين أن تقلل الأوقات المعيارية للتوصيل من حوالي ساعة لعشر دقايق عند بدء الخدمة على الطريق في يناير القادم الطائرات بدون طيار هتوفر توصيل منتظم للمعمل من ست نقاط حول برلين وبالتأكيد هتقلل بشكل كبير من وقت وصول العينات وبالتالي من الوقت المنتظر لظهور النتائج والاختبارات الخاصة بكوفيد 19 كل طريق موجود هتخدم طائرتين يمكنها نظرينا التحليق 24 ساعة يوميا وبتعتمد هذه الطائرات طبعا على بطاريات بيتم إعادة شحنها كل ما تنتهي أو مع قرب انتهاءها وممكن تحمل 40 عينة ومش هيتم فقط نقل اختبارات كوفيد 19 لكن أي عينات أخرى في حاجة لوصولها لهذا المعمل نفس هذه الشركة بتدير نفس هذه المنظومة للطائرات بدون طيار في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية لكن ألمانيا هتكون أولى الدول اللي تتعامل بهذه التجربة الجديدة في الاتحاد الأوروبي أيضا التقليعات والابتكارات تزادت مع فيروس كورونا فيما يخص أشكال الكمامات أو حتى في الوقت الحالي التعامل مع المطاهرات ووجود أشكال متعددة لزجاجات الخاصة بهذه المطاهرات الأقنعة الوقاية أو الكمامات عملت اليابان مؤخرا على ظهورها بشكل مختلف شكل نوع فيه طرف وبدأ ارتفاع تكلفة هذه الكمامات لأنها مرصاعة بالألماس وغيره من الأحجار الكريمة إحدى كبرى الشركات اليابانية بتقوم ببيع أقنعة مصنوعة يدويا تدخل البهجة على اليابانيين وتحفز المبيعات في صناعة الأزياء اللي أصبها الكساد بسبب فيروس كورونا إحدى هذه الكمامات مرصاعة بالألماس و300 قطعة من كريستاس وعروسكي أما قناع اللؤلو ففيه حوالي 330 من لقال أكويا اليابانية الشركة الحقيقة بتقدم أكتر من 200 نوع من الأقنعة بيبدأ سعرها من 500 ين وبيرتفع طبعا حسب عدد الماسات الموجودة وغيرها من الأشياء اللي بتزين هذه الكمامة وطبعا الكتير من اللي زاروا المعرض الخاص بهذه الكمامات تذكروا إن كمامة المليون ين وده سعرها بعيدة تماما عن متناول اليد ونروح لدنمارك وطبعا مع اقتراب عياد الميلاد المجيدة ونهاية العام والاحتفالات اللي بينتظرها الأطفال والكبار في كل عام ومع انتشار جائحة كورونا بالتأكيد الإجراءات بتختلف فيما يخص فكرة التواصل الاجتماعي اللي أصبح غير مفضل لمنع انتشار العدو علشان كده الدنمارك حاولت إنها تبتكر طريقة علشان يتواصل من خلالها بابا نويل مع الأطفال في احتفالات أعياد الميلاد وده من خلال جلوسه في كرة فلجية ضخمة حديقة حيوان ألبورج شمال الدنمارك أنجزت استعداداتها المختلفة لاحتفالات الكريسمس واستقبال الأطفال والزوار في الحديقة وكان ده الحل المبتكر اللي فكروا فيه إنه هم يضعوا بابا نويل في كرة ثلجية ضخمة وممكن للأطفال بالتالي يتواصلوا عبر حاجز زجاجي اللي هو الحاجز الخاص بهذه الكرة مع بابا نويل علشان يقدروا يتصوروا معاه وأيضا يقدموا للتحية نروح لبريطانيا ومحارب قديم تلقى أكثر من 160 كرت معايدة الاحتفال بعيد ميلاده المئة من بينهم كرت من الملكة لزابث ونادي كرة القدم المفضل لديه ويدورد هاري كان بيشعر بالاكتئاب لأنه طبعا مع كبر السن أصيب مجموعة من الأمراض وكان بيشعر بالخوف من قضاء عيد ميلاده وحيد خاصة مع الإغلاق اللي حصل في كتير من المدن البريطانية المهنئين ليه قدموا عملوا ليه احتفال وقدموا ليه التهاني طبعا بمناسبة عيد ميلاده المئة خاصة أنه بيحضر بنوع من التبيل والاحترام لأنه كان من أقدم المحاربين في الحرب العالمية التانية وحصل على أعداد كبيرة من الكروت والمعايدات بعد أن قامت الممرضة اللي كانت بتقوم برعايته بإرسال رسالة مجازعة على تطبيق إلكتروني بتطلب إرسال رسائل لويدورد هاري وقالت أنه بيشعر بالإحباط فكان فيه رد فعل الحقيقة متميز من قبل المواطنين اللي سعوا أنهم يدعموا معنويا من خلال إرسال كروت المعايدة وأيضاً تواصل من الملكة إليزابيث شخصياً اللي حرصت على تقديم المعايدة ليه في عيد ميلاده المئة أكيد أفغانستان على مدار سنوات بتعاني من ويلات الحرب والجماعات الإرهابية وأيضاً النزاعات الأهلية الداخلية اللي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان وعلى الحرف اليدوية والتقليدية اللي بيتميز بها هذا البلد وكان من ضمن الصناعات اللي اتأثرت صناعة الفخار لكن في أجيال جديدة لسه بتحرص على تعلم هذه الحرفة علشان تستمر معها وده رغم الظروف الأوضاع السيئة الموجودة في أفغانستان خلونا نتابع التقرير عن هذا الموضوع صناعة الفخار في أفغانستان صناعة يتوارثها الأجيال فمنذ الصغر يحاول كل صانع للفخار تعليم أولاده تلك الصناعة إلا أن أعداد الصناع في تلك المهنة تتناقص مع مرور الوقت صانع الفخار الأفغاني عبد المنان يقول إن تلك الصناعة تأثرت بحالة الأمن في أفغانستان حيث لم يعد في إمكانه نقل منتجاته من مقاطعة لأخرى لبيعها اعتدنا أن نتجر بمنتجاتنا في العديد من الولايات وكان الناس يشترونها في كل قرية كما أن عدد الخزافين انخفض بشكل كبير بسبب الوضع الأمني ونقص الدعم من الحكومة والأزمة الاقتصادية فانتقل معظم الخزافين إلى أعمال أخرى مثل إدارة المتاجر ونسج السجاد وغيرها من الأعمال التجارية ومع ذلك ما زالت هناك أجيال جديدة تحاول تعلم تلك الحرفة العتيقة لقد ساعدتنا الحكومة والمجتمع الدولي في إعادة بناء منازلنا وورشينا وأفراننا لكن الحياة لم تعد على النحو الذي كانت عليه من قبل أكثر من مئة عام كان الفخار الأفغاني يصنع تقليديا في قرية استلاف التي تقع على بعد 29 كيلو مترا شمال مدينة كابل أصبحت القرية الصغيرة التي كانت ذات يوم نقطة جذب للعديد من الأفغان خط المواجهة بين القوات الموالية لزعيم الحرب الراحل أحمد شاه مسعود وقوات طالبان التي تحاول الاستلاء على كابل حيث دمر القتال القرية وأفرانها في الوضع الحالي هذا الفن على وشك التلاشي لكن من أجل الحب والعاطفة التي نحملها تجاه هذا الفن نحاول الحفاظ عليه وتتمتع أفغانستان بتاريخ عريق في صناعة الحرف التقليدية ولا يزال الخزافون يستخدمون العديد من الأساليب نفسها التي استخدموها على مر العصور لتكون الشاهدة على عراقة تلك الصناعة ونختتم الجولة بخبر طريف من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في ولاية إلينوي الأمريكية في شيكاغو بيحرص المهتمين بالأحياء البحرية أنه هم يوفروا بيئة مناسبة لمختلف الحيوانات والطيور ومحاولة شعارهم أن حياتهم في البرية زيها زي حياتهم بعد ما انضموا لمتحف الأحياء البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة نتكلم عن بطاريق ماجلان اللي كانوا قادمين من متحف شدل الأحياء البحرية وقاموا بزيارة لاستاذ كرة القدم سولجر فيلد في شيكاغو الأمريكية البطاريق الأربع قاموا باكتشاف غرفة خزانات اللاعبين بفريق شيكاغو بيرز برابطة كرة القدم الوطنية وحصلوا على الكثير من التدريبات في الملعب اللي تم تجهيزه لمباراة لنادي الشيكاغو فاير لكرة القدم برابطة الكبرى للكرة وزي ما احنا شايفين اقتحموا بالفعل أرض الاستاذ في محاولة طريفة من قبل القائمين على مدحف الأحياء البحرية وهم يقدموا خدمة متميزة للبطار وكده نكون وصلنا معاك ولنهاية جولتنا الإخبارية الصباحية خلونا نتحول لمتابعة أبرز الأنباء الرياضية وزميلة شرويت حمدي بعدها مباشرة لقاء مع صاحبة الجلالة وأبرز عنوين الصحف واشنطش على التنتظر